الديمقراطية هاجس الشعوب العربية وحلمها المفقود الشعوب التي لطالما حملت وعوداً بالحرية والعدلة في سرايفو عاصمة البوسنة والهرسك اختتم مؤتمر التحول الديمقراطي في العالم العربي أعماله معلناً في بيانه الختمي عن تأسيس شبكة للديمقراطيين العرب أما لماذا سرايفو؟ سؤال تحمل إجابته قسوة الواقع العربي إذ لم يتمكن المنظمون من إيجاد أي مدينة عربية يمكنها أن تستضيف مؤتمراً يتحدث عن الديمقراطية المؤتمر الذي حضره نخبة من المفكرين والسياسيين والنشطين منهم الرئيس تونسي الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان العزم على العمل الجماعي بكل الوسائل السلمية سواء ما كان منها سياسياً أو فكرياً أو قانونياً أو إعلامياً حتى تحقيق النصر للمشروع الديمقراطي العربي الحر ودحر حلف الاستبداد والفساد والعمال في المنطقة تجسيداً لتلازم المسارات في الدول العربية وتحقيقاً لوحدة المصير بين الشعوب العربية وإطلاقاً لجهد جماعي كبير لتكوين الأجيال الجديدة في مجالات النضال السلمي واستراتيجيات التغيير وشروطه وآلياته والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والمشاركة المدنية وتأطير الحراك الشعبي وبناء القدرات القيادية بالاستفادة من التقنيات الحديثة حتى تصبح الأجيال الجديدة قادرة على استلام المشعل وتحقيق آمال الآباء وأحلام الأجداد مثل المؤتمر فرصة لأحياء النضال السلمي المطالب بترسخ قيم العدالة والحرية لشعوب العربية من خلال رسم خارطة طريق لتغيير واقع الديمقراطية بالمنطقة يرى القائمون على المؤتمر أن الديمقراطية هي الخيار الوحيد للخروج من المآسي التي تعيشها الشعوب العربية بعد أن عاشت عقوداً من الاستبداد والتبعية والتخلف البيان الختامي للمؤتمر كشف عن تأسيس شبكة للديمقراطين العرب لتجمع كل مناصرية الديمقراطية من جميع الأقطار على اختلاف فئاتهم وتوجهاتهم كما أكد أن النظام الديمقراطي وحده هو القادر على بناء دولة القانون والمؤسسات التي تضمن عدالة وحرية للمواطنين وأن الدول الديمقراطية هي الوحيدة التي تستطيع بناء فضاء عربي موحد يحقيق طموحات الشعوب العربية كما دعا المشاركون شرف الأمة والقوى الديمقراطية للانضمام إلى شبكة الديمقراطيين العرب وتوحيد الجهود من أجل استئناف المسارات الديمقراطية في المنطقة يأتي نعقاد المؤتمر بوقت عصيب وفي ظل تحديات كبيرة تواجه الديمقراطية في الوطن العربي بل وتهدد مصيرها ووجودها تتزايد الحاجة الملحة لإرساء الديمقراطية في العالم العربي خصوصا بعد الضربات التي تلقتها المحاولة الأولى لتحقيق نظام ديمقراطي إبان اندلاع ثورات الربيع العربي السلمية